اشتركوا في القناة بسمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بهذه المناسبة مشيدا بما تحظى به المرأة البحرينية من دعم من الحكومة الموقرة لتقدمها وتمكينها في مختلف المجالات والقطاعات ودعم جهود تكافؤ الفرص وفق منظومة تنفيذية وتشرعية حضارية رائدة وعبر رؤية وطنية جامعة في مواجهة كافة التحديات وخلق الفرص النوعية وتحقيق الإنجازات بإرادة وطنية وشراكة مجتمعية حملت اسم فريق البحرين والمضي قدما في تنفيذ برنامج الحكومة الموقرة ومبادئ وأهداف رؤية البحرين عشرين ثلاثين وقد أعرب المجلس عن عميق تقديره وامتنانه بدعم وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بن تبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في تقدم المرأة البحرينية التي نالت الإشادة الدولية والمكانة العالمية الرفيعة وأصبحت نموذجا متميزا لدور المرأة في مساندة جهود الدولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ويؤكد المجلس بالغ تقديره وفخره واعتزازه بدور المرأة البحرينية التي شاركت في الصفوف الأمامية ضمن فريق البحرين والتحية والتقدير لجميع نساء مملكة البحرين العاملات في الصفوف الأمامية في المجال الطبي والصحي خصوصا وفي كافة مجالات وقطاعات العمل الرسمي والخاص في جهود مواجهة جائحة كورونا والتعافي منه لتساهم في صياغة قصة نجاح لمملكة البحرين تعد مثالا واضحا لدور المرأة القيادي في مواجهة كافة التحديقات